تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنية من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 للفورميلوان رفع سمو فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأخلص التبركات بمناسبة النجاح المتميز في تنظيم السباق لهذا العام مؤكدا أن ما حظي به هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير على أرض مملكة البحرين جاء بفضل الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم مما عكس المكانة الرفيعة والوجه الحضاري المزدهر لمملكة البحرين بين دول العالم كما أكد سموه جدارة مملكة البحرين في تنظيم وإقامة هذه التظاهرة الرياضية العالمية بتضافر أبنائها المخلصين وأن هذا النجاح يضيف إنجازا جديدا إلى حصيلة الإنجازات الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المعظم سائلا سموه المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويراء ويسدد على طريق الخير خطى وأن تحقق المملكة المزيد من الرفعة والإزدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر